رغم تحذيرات المقاومة في قطاع غزة إلا أن حكومة الاحتلال الصهيوني تصر على إقامة مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة عبر مرورها من باب العمود والبلد القديمة وصولاً لحائط البراق تزامناً وذكر احتلال القدس الذي يوافق التاسع والعشرين من مايو الجاري وفقاً للتقويم العبري الكثير يرى أن الاحتلال يحاول استعادة سيادته على المقدسات بمسيرة الأعلام بعدما فقد سيطرته على القدس وهو ما سيعيد سيناريو معركة سيف القدس الذي جرت العام الماضي حسب توقعات سيناريو صهيوني قديم يتجدد ومخططات واسعة لتهويد القدس ومحو الهوية العربية بتجلياتها الإسلامية والمسيحية ببناء خمسين ألف وحدة استطانية في القدس بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري وهو نفس النهج الذي استخدموه صهينا في الحرم الإبراهيمي حسب باحثين أمام الانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية واستمرار صهينا في سياستهم العدوانية تبقى المواجهة المباشرة للعدو سواء في الضفة الغربية وفي قطاع غزة سيدة المشهد